تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء افتتح معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني يوم أمس أعمال المنتدى العالمي الخامس لرواد الأعمال 2024 وذلك بحضور معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين ويأتي هذا المنتدى بالتزامن مع انعقاد القمة العربية الثالثة وثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين وبتنظيم من مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو في المملكة بتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية وخلال مشاركة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى جانب معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وسعادة السيدة فاتو حيدرة نائب المدير العام والعضو المنتدب مدير الشراكات العالمية والعلاقات الخارجية والممثل الخاص للمدير العام لأفريقيا لدى مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لليونيدو في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بعنوان العالم في عام 2050 أكد معالي أن مملكة البحرين وبفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتبني المزيد منها بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات التنموية المنشودة على صعيد رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخطة التعافي الاقتصادي وفي ظل التوجيه بالبدء في مشاورات صياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 منوها معالي بأهمية الاستفادة من كافة الموارد وتسريع وطيرة التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي مشيرا معالي إلى مواصلة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركا أساسيا وشريكا فاعلا للتنمية الاقتصادية كما تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة لدورهم الرائد والمتميز في النهوض بثقافة ريادة الأعمال وكان معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني قد تفضل بافتتاح المعرض المصاحب للمنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية حيث قام معاليه بجولة في أرجاء المعرض اطلع خلالها على ما يشتمل عليه من أعمال فنية لرواد الأعمال الجدير بالذكر أن المنتدى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يحظى بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من 84 دولة ويناقش عددا من الموضوعات الهمة من أبرزها البيئة المواتية لريادة الأعمال والابتكار وبناء شراكات مستدامة بين رواد الأعمال العرب والأفارقة والتحولات في المسارات الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي إضافة إلى التكنولوجيا الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي ودور الجامعات والمؤسسات التعليمية في دعم النمو الاقتصادي طبعا تسعد مملكة البحرين باستضاف النسخة الخامسة من منتدى ريادة الأعمال والاستثمار العالمي برعاية تيدي صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم مملكة البحرين تولي اهتمام كبير بقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإحنا اليوم في عالم سريع التغير وفي الكثير من التحديات اللي ممكن تتحول إلى فرص وباب تحويلها إلى فرص هو ريادة الأعمال والابتكار فإحنا في مملكة البحرين نؤمن بقوة ريادة الأعمال وقوة هذا القطاع في الدفع بالاقتصاد الوطني هذه تلات أيام حوار بين رواد الأعمال وهذه المؤسسات وثم سوف نقوم بإعلان المنامة الخامس للأعمال وده عبر وزارة الخارجية سوف يرفع للجمعية العامة للأم المتحدة في نيويوك لكي نشارك 193 دولة بما كان موجود في المنامة عبر الوف 20-24 1500 شخص من 100 دولة من العالم وطبعاً هذا الحضور مميز لأنه عندنا المستثمرين وعندنا رؤساء غرف وممثلين عن الغرف وعندنا أصحاب أعمال من الشركات الناشئة والأسر المنتجة والصغيرة والمتوسطة وشركات الكبيرة وأيضاً عندنا الطلبة الطلبة اللي لازم مهم جداً أنهما نخلق لهم البيئة المميزة والمناسبة على أساس يفهمون معنى رائد العمل وشلون رائد العمل ابتدأ بنك التنمية الاجتماعية عمره أكثر من 50 عاماً لخدمة رواد ورائدات الأعمال في المملكة نعمل على تمكينهم وعلى تهيئتهم وتجهيزهم لتجسيرهم إلى منشآت صغيرة وناشئة اليوم البنك خدم أكثر من حوالي 55 ألف منشآة المستوى المملكة وبقيمة تتجاوز 20 مليار ريال مشاركتنا أيضاً على هامش هذا المنتدى في المعرض الأسر المنتجة العربي بخلال مبادرة اسمها مبادرة تجسيت هدفها الأساسي إنفاذ منتجات الأسر إلى الأسواق الأقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر